اهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين حددت المفوضية العلية للانتخابات موعد انتخابات مجالس المحافظات في يوم 22 من شهر كانون الاول نهاية العام الحالي على ان يتم الموافقة عليها في مجلس النواب فيما تزال هناك مشاكل كثيرة متعلقة بالانتخابات المحلية ونظرة الكتل السياسية اليها وكيفية اجرائها في بعض المدن اسئلة عديدة ثار هل سيصوت البرلمان على انتخابات مجالس المحافظات ام ان الخلافات السياسية ستنفتح بشأنها كالعادة واذا صوت مجلس النواب على اجراء الانتخابات المحلية كيف سيقتنع الناس بها ويذهبون الى صناديق الاقتراع مع ترد الوضع الامني وسوء الخدمات والمشاريع وتراجعها في البنى التحتية الم يسأل المواطن ما الذي قدمته مجالس المحافظات طول 14 عام الماضية ام ان المال السياسي والتأجيج الطائفي سيكون حاضرا فيها كيف ستتعامل الحكومة مع المحافظات المنكوبة وكيف ستحل مشكلة كاركوك ومجالس المحافظات فيها وما هي الحلول التي ستتوصل اليها مع المكونات الثلاثة هذه الاسئلة نطرحها على ضيوفي لكن بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بكم وارحب بضيوفي كل من السيد محمد عبد الربو عن تحالف القوة وايضا السيد محمد الربيعي عن تيار الحكمة وايضا السيد بعض ضيفنا الثالث ما وصل اهلا وسهلا بكم ابدأ بسؤالي لك سيد محمد هذا اليوم نتحدث عن انتخابات مجالس النواب يعني قريبا جدا بعد شهرين رح تجري انتخابات مجالس النواب لكن الكل يسأل يعني بالبداية على اساس انه مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظات رح يتم بيوم واحد يعني هاليوم شفنا تأجيل لمجلس المحافظات هناك تردي في مجالس المحافظات في الجنوب وفي الوسط وايضا في المناطق الشمالية اليوم مش لو ممكن المواطن العراقي يأول على تغيير مجالس المحافظات في ظل هذا التأجيل مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام وعلى ضيفك الكريم والضيف الآخر يعني هي بصراحة في مجلس النواب لم يكن موضوع تأجيل مجالس المحافظات مطروح كنا نتكلم دائما داخل اروقة مجلس النواب عن قانون انتخابات مجالس المحافظات النواب وكأنما كنا متفقين على انه تجرى في يوم واحد فجأة فجرت قنبلة من احد الاخوان وكأنما هي طبخة طبخة سياسية طبخة سياسية وعنه شنو رأيكم ان نؤجل لمجالس المحافظات واذا بدأ يتداول هذا الموضوع انا شخصيا اعزي هذا التأجيل لأسباب عديدة منها اولا حتى تستمر الكتل السياسية المهيمنة على المحافظات باستمرارها في هذه الهيمنة لفترة من الزمن سواء في الموارد المالية الموارد الاقتصادية المكاسب السياسية مكاسب معنوية هذا من ناحية الناحية الاخرى ايضا يخلون هؤلاء بالسلطة التنفيذية المحافظين واعضاء مجالس المحافظة يشتغلونهم للبرلمان نعم وهذه نقطة يمكن سببت خيبة امل عند المواطن العراقي هو ما اهم موجود انه اليوم هذه الكتل السياسية المهيمنة اللي عدها محافظين وعدها رؤساء مجالس محافظات وعدها اعضاء مجالس محافظات قلت من انصير في يوم واحد تتخربط علينا من هو راح يدعمنا من هو راح يفزعنا من هو راح يكذا فلا خلي هذول هذول يشتغلوننا ينجحوننا احنا حتى ما احنا هم ندعمهم وننجحهم لكن انت تتهم يعني افهم من كلامك الكتل الكبيرة هذا وقع حال هذا وقع حال يعني الكتل الكبيرة من ضمنهم المسيطرة نعم السيد محمد أنا ما اشخص اقول كل الكتل السياسية كل الكتل الكبيرة من ضمنهم تيار الحكمة واللي لها واللي لها يعني انا حتى اقولك خلي اخذي الطرف الاخر ليش اسرف 400 مليون دولار على انتخابات مرة اخرى اذا كنت انا فعلا حريص على مصلحة البلد ليش اخلي القطاعات الامنية مرة اخرى 400 اقل شي اقل تقدير 400 مليون دولار مليون دولار زين ليش أخلي القوات الأمنية مرة أخرى تنشغل ليش أروح أهيئ مدارس مرة أخرى وقف حملية التعليم ليش ليش كثيرة من الليشات اللي نسأل خليني أنتقل بهذا السؤال سيد محمد يعني كلام منطقي جدا وأيضا يتحدث عن كتل كبيرة ربما لها أغراض سياسية اقتصادية بقى مجالس المحافظات حتى تقدر تصعد بالبرلمان وبعدين مجالس المحافظات ما يهمها 400 مليون دولار راح تصرفها الحكومة انشغال البلد بانتخابات ثانية يعني هال 400 مليار اللي تصرفها على النازحين والفقراء مو أحسن ما نسوي انتخابات مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلك والله في كل سيد العزيز المثابر والمجاهد بدءا أنه هو منه اللي قال أنه إحنا ما هو وفقين بداية المشروع بس خليني أسأل لا بعدين خلي أكملش كلمتي راجع لا مو أكمل سؤالي ما أكملت سؤالي شو بديت أكمل لا لا بس سؤالي حتى يستصلي الفكرة السئلي من أتحدث عن أنه بعض الأشخاص من الأحزاب الكبيرة فجر قنبلة داخل مجلس النواب هنا أنا أتغير السؤال قلت بعض لا لا مو بعض يعني هي أغلب الكتلة الكبيرة كانت الطبخة مطبوخة يعني تفضل خلاص سؤالي من اللي أكد أنه تيار الحكمة أو الكتلة الكبيرة ما كانت متفقة أن تكون انتخابات مع بعض أول مشروع تقدم من تيار الحكمة وبتحديدا من سماحة السيد عمار الحكيم مع الدكتور العبادي أن تكون الانتخابات مشتركة في يوم واحد ونحن مستعدون كنا إلى يوم إطلاق الخبر أنه تؤجل انتخابات مجالس المحافظات وأنا كنت أحد المرشحين لانتخاب مجالس المحافظات لا أروح إلى مجلس النواب ولكن تفاجئنا جميعا بالتغيير من طبخة؟ هو مو طبخة هو إنما قرار من مجلس النواب نفسه صوت بالإجماع أنه تكون انتخابات طبعا هناك فرق قانوني دستور العراقي لا يعطي الحق بتأجيل مجالس النواب يوم واحد أما مجالس المحافظات من حق مجلس الوزراء باعتبار قرار حكومي أنه تصير به تأجيل وهو قرار الوزاري يعني مجلس الوزراء هو من يقرر متى تاريخ انعقاد انتخابات اللي إحنا أورا دي صارنا ست شهر متأخرين عن انتخاباتنا نحن كمجلس محافظة في مؤسس تياني اللي أداوم بها وكتياري مستعدين إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالقوائم وبالأرقام وبالاستعدادات اللوجستية والدليل أنه إحنا قدمنا مشروع أنه تكون في آن واحد لظروف أولاً الظروف المالية اللي ذكرها الإستاذ الأربعمائة مليون ما تصرف مرة واحدة ما تصرف مرتين تصرف مرة واحدة ثنياً ضغط الدولة والجهد الأمني والجهد اللوجستي والتربية كلها تكون مرة واحدة ثلاثة الحركة الميدانية ما ممكن اليوم أنت بستة شهر يعني مشروع المقترح من المفوضية يوم 22 كانون الأول يعني تجري الانتخابات ما المجلس النواب في 12 من آيار وراء خمسة أشهر انتخابات مجالس المحافظات هذا فهذا شيء مربك للحكومة مربك للدولة مربك للناخب مربك للمواطن فهذا الموضوع ما ممكن يكون هو نوع من الاتفاق بالعكس هذا تخطيط خطأ أنا سماعت وجهة نظرك خليني أنطيك الدلائل المالتي كإعلامية ما شفت قائمة من القوائم الكبيرة قدمت أسماء خليها بالك أسماء لمجالس المحافظة والبرلمان حتى الناس والشخص اللي غادت تدخل انتخابات وتحدثت عن مجالس المحافظات وتحدث عن تيار الحكمة وكل الكتل كان يقول مجلس المحافظة الأسماء بعدين لين راح تتأجل كان عندهم علم أنه هي راح تتأجل يعني هناك طبخة خلف الكواليس ولهذا ماكو قائمة من القوائم الكبيرة الكتلة الكبيرة قدمت قائمة مجالس محافظات وكأنه الكل كانت متفقة على قرار تأجيل الانتخابات وتحدثت عن تصويت مجلس النواب لهذه الفقرة أجاوبش على هذا الموضوع أنتو كتحالف وطني 183 نائب لو كنتو تريدون تمررون مجلس المحافظة مع مجلس النواب ما كانت أي كتلة تقف بوجه التحالف الوطني فضلت جاوبني صح كلامي صحيح فين أنا هسا كنائب أتكلم لو أتكلم ككتلة لو أتكلم كعظم مجلس محافظة أتكلم لتشاكة ككتلة وكعظم مجلس محافظة ما أعلم شيء يصير في مجلس ككتلة وكواقع سياسي مقارئ كانت أكو أصوات من مجلس النواب تشير إلى التأجيل القوى السنية من الكتل السياسية شحيلي القوى السنية نعم كانت وبعض من الكتل أضهم البعض من الكتل السنية والبعض من الكتل الكردية والبعض من المئة والثلاثة وثمائم من التحالف وطني كان يروم تأجيل كل الانتخابات والدليل أنه وصلت لحد أنه جلست القوى السياسية في دار ومقر السيد رئيس الجمهورية المحترم لتأجيل الانتخابات وكانت هناك ضجة كبيرة لتأجيل الانتخابات عالج الموقف تحالف والمتفقين على الانتخابات عالج الموقف أنه لازم تجرع انتخابات وأنه ما يصير فراغ دستوري فمن هي الخطوة الأفضل لقسير البلاد نحو الأحسن أنه نعالج الموقف الدستوري لو نعالج هذا الآن موضوع أنه لازم ما جالس المحافظات أو مع بعض ولهذا تأجل الكلام هذه الفترة القانونية للمفوضية صارت حرجة أن المفوضية ما تقدر وما مستعدة أن تستلم قوائم مالكين وما محدد الوقت خليشوفوا السيدة الوقت لم يحدد من قبل سيد النائب أشوف مقتنع بهذا الكلام بس أنا أريد سأل سؤال المشروع مع التقديم المفوضية وما 22 كانوا هو شوك تقدموا المشروع اليوم اليوم فما كانوا مقدمين مشروع بس سيد النائب يعني أنت مقتنع بهذا الكلام لو كانت هناك طبخة خلف الكواليس الكل متفق على تأجيل مجالس المحافظات قبل التصويق في مجلس النواق لا ما صار احتراض قوي على هذا الموضوع عندما صار سكوت والسكوت دائما حتى في قانونية قانونية حتى في الدستور خلص يعني يسكت عن مادة معينة فكانت الكتل السياسية ساكتة عن هذا الموضوع والتصويت اللي حصل في مجلس النواب احنا أيضا قدمنا مقترح أنه تجمد أعمال مجالس المحافظات وتمدد لا مو مستحيل هذا مستحيل عد الكتل أقصد يعني أقصد عد الكتل هنا ظهرت المصالح هنا ظهرت من له مصلحة هنا ظهر من له تخطيط مستقبلي لا شون نجمد شنو فبدأت الأصوات هاي مصالح موجودة احنا يعني خلل الشعب يعرف الشعب العراقي يعرف واقعنا شنو هو هناك مصالح سياسية لكتل سياسية كبيرة مهيمنة على القرار السياسي في البرنامان العراقي هذا واقع حال فعدما أنا أريد أجل 20 أريد أجلون 30 50 ما رح نسوي شيء احنا ولذلك حتى تجميد مجالس المحافظات تعرفين أنه في بعض المحافظة فيه نينوة من المسؤولين الموجودين في الحكومة فيه نينوة يعني قمة الفساد اللي وصلت عنده يعني أكو أكو صفقة صفقة فساد فيه نينوة بأربع مليارات حاليا طيب هذا لو أمحلها هاي الحكومة أو أو متوقف عملها أو صار انتخابات أقلها وأكو من يحاسب بس اليوم الكل مشغولة بإجراء الانتخابات وشلون يستفادون من هذه الحكومات المحلية اللي موجودة في المحافظات سواء عن طريق التخصيص المالي اللي من الحكومة المركزية سواء عن طريق هاي التبرعات اللي رح يصير أو المبالغ اللي رح تدفع للعراق عن طريق القروض هناك من ينتظر هذه كلها حتى يأخذ حسطة لكن ما هناك تخاوف يعني هسا إذا نتحدث عن مجلس محافظة كاركوك تأجل مرة وحدة وبقتل طاعة سنة مؤجل هذه الانتخابات لمجال الساعة نعتكم هذا التخاوف؟ لا شوفي كاركوك تدار بشكل سهل وهناك اتفاق إحنا ليش نجي على الدستور مثلا نتشلب بهذه الفقرة ونعوف هذه الفقرة نتشلب بهذا الاتفاق لا لا ماكو تخاوف نتشلب بهذا الاتفاق ونعوف هذه أو أكو اتفاق متوازن فيما يخص كاركوك أنه تدار كاركوك مثلا من ثلاث القوميات اللي موجودة والأديان المذاهب اللي موجودة التركومان والعرب والأكرات وتبقى يمكن بنسبة ما يقارب 6% أو أكثر أو أقل من قبل الأقليات الأخرى أنا أقصد يعني أنتم مجالس المحافظات الموصل وأيضا البصرة وبغداد عدتكم تخوف أنه احتمال يتمدد 22-12 احتمال يصير 13 سنة لا 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 ممكن نعم لا ممكن عادي طبيعي جدا نعم يعني أي تخوفكم لا 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 هذا موضوع تخوف هذا موضوع طبخة سياسية نعم طبخة سياسية يعني مثل ما تفضل أستاذ محمد الثاني أنا شنو معلاها بعد خمسة شنو طلع المواطن المواطن ما مستفاد من الحكومة يعني هو المواطن قوة هالسعين بالقوة هالسعين عدنا نازحين بالمخيمات بيا وجه الروح ونقولهم تعال انتخبوا صعبة يعني شون اللي يقولهم انتخبوا يعني شنو أبسط شي راح يقول لي أخي لو بيك خير تقدر كان رجعتني لبيتي آني نعم كان رجعتني لمنطقتي كان قدمتلي بهذا الشيء مع ذلك الحكومة أصرت أنه صنع الانتخابات ومشهة الانتخابات طيب هذا اليوم يطلع انتخب عليش يطلع انتخب شنو اللي قدمنا لأحنا شنو اللي قدمت للحكومة وتجيين بعد خمسة شنو تقول لي تعال طلع مرة ثانية انتخب هذا مو منطق يعني احنا من نتكلم حتى عن الدول الديمقراطية ما بيهيد شغل يعني ماكو شغل يعني ممكن بالبداية صنع عملية أرباك كل سنة صنع انتخابات كل سنتين بس تعال بعدين تستقر الأمور اليوم نتحدث عن 14 سنة نعم خليني انتخل لسيد الضيف الثالث سيدة رهيمي هو بويانا بالجو اهلا وسهلا بك سيدة رهيمي خليني نتحدث موضوع مهم جدا اهلا ومرحبا الصوت ترى ضعيف كلش نعم ان شاء الله يصلحون الصوت تكتخبرهم يعني لون الصوت نعم ان شاء نعم ثواني نعم عالسة شلون الصوتي زين الآن تحسن اتعطي مساء ستايفاء تحياتي اهلا وسهلا بك سيدة رهيمي اريد اتحدث عن مجالس المحافظات اتحدث السيد النائب محمد عبدربو على موضوع مهم جدا قال اكو هناك طبخة سياسية تدار حول تأجيل مجالس المحافظات ليش نصرف 400 مليون دولار وبعد خمس تشر تم انتخابات مجالس المحافظات يعني بيش نزهق البلد بهذه المصاريف وايضا نطلع الناس مرتين للانتخابات شلن يدور ورا الكواليس بهذه الطبخات السياسية يعني تحياتي لك والمشاهدي الكرام الحقيقة عندما يكون هناك مثل سبب سياسي معقول وخوفا من تداعيات سلبية فيما لو لم تجد انتخابات الآن وليس لا تؤجل يعني صحيح العراق في شخة مالية ولكن لا شيء إذا صرف المبلغ صرفه مرة أخرى لكن الطبخة لا أدري يكون سيادة النائب يقدر يقولك ما هي الطبخة بس هناك رغبة لدى كثير من نواب المحافظات أو الشخصيات في المحافظات لا تريد انتخابات فيها للحظة على الأقل في المحافظات نواب ولا كتل سياسية كتل سياسية وهي مناء على مجالس المحافظات نعم لا تريد وتريد ان تنجح بمجلس النواب لأن هذه أدواتها للانتخابات في مجلس النواب وتريد تشوف حجمها الحقيقي فما معقولة تصير الانتخابات اثنينها بيوم واحد لهذا هم يردون يأجون يعني كثير هكذا يفكرون من مجالس المحافظات الكتل السياسية أن تؤجل لسا تصرف أربعين تلال لا تصرف من جيبهم ولكن طالما حققون هدف سياسي إذا ما تأخرت يعني بالتأكيد سيسعون إلى ذلك طب صار كلام كثير في الأسابيع والأشهر الأخيرة على تأجيلها لانتخابات المجالس المحافظات وفصلها عن انتخابات البرلمانية الآن ربما يعني استصعد الحديث لأن خاصة خاصة المناطق المحررة أو المناطق التي أهلها لا زالوا نازحين أو عادوا ولم يستقروا بعد بالتأكيد يعني بالحق معهم يخشون نواب أبناء مجالس المحافظات حتى يدوني رشحون من غضبة الأهالي عليهم فعلى الأقل يكون هكذا لكن حتى الجنوب سياد سياد ترهيم جنوب الشمال نعم حتى بالجنوب نعم جنوب أيضا الوضع الخدمات سيئة جدا وبسبب يعني نحملها المجالس المحافظات للحكومة المحلية لكن خليني بس أنتقل بسؤالي لسيد محمد الربيعي يعني تحدث كلام جدا منطقي السيد النائب يقول لك يعني ليش ما جمدوا عمل مجالس المحافظات الكتل الكبيرة وصار اتفاق سياسي تجميد عمل مجالس المحافظات لحين الانتخابات يعني هذا اليوم مجلس المحافظة يصرف يعني يعني بهيئته الاقتصادية والسياسية وأيضا الخدمية يعني بدون تجميد يعني أولا نريد أن أوضح شيء مهم جدا نحن في شهر شباط خلص الآن شهر شباط خلص نعم بكرة واحد آذار السادة النواب والكتل المهيمنة على مجلس النواب لم تصوت لحد على ميزانية لمجالس المحافظات ولا على ميزانية البلاد لحد الآن وين الأموال اللدى المحافظات من 2014 و15 و16 و17 نعم وين الموازنات مالتهم نعم اللي هي لم تصوت حتى 10% على الموازنات نحن التحديد أن نتكلم عن مجلس محافظة بغداد حصلنا بخمسة سنوات 10% من الموازنات العامة لكن عدكم استثمار الاستثمار لا يريد أموال الاستثمار هذا باب ثاني هذا موضوع ثاني لنتكلم عن بغداد عاصمة العراق وبكبرها وبسوء الخدمات اللي ذكرتيها وأمانة بغداد اللي لا تملك الآن ميزانية مؤسستين بالكامل دا نشتغل على جباية وعلى ضرائب ورسوم هذه ليس بموازنات ترتقي لمستوى مشاريع تخطيطية خليني أتحدث لك عن خلي أكمل جوابي أنت عتتحدث نقطة لازم أجاوبك عن في دول متقدمة بالعالم يعني أمانة العاصمة هي من يعني هي هي اللي تنطي فلوس للدولة يعني هي اللي تنوه للدولة قلت في دول متقدمة أسأل الآن مو دوري أتكلم عن أمانة بغداد لدينا استثمارات كثيرة لكن أشير أنه لم نصل نحن كعاصمة وكمحافظة إلى دول متقدمة حتى تكون عندنا أمانة بغداد يتطي فلوس هذا الموضوع نعرفه في الدول المتقدمة يعني لازم يجاوبك عليها سياتنا فنجي إلى التخصيص المالي التخصيص المالي أين حتى نكون يجمد هذا التخصيص المالي هو أصلاً ماكو حتى يجمد الجواب إلى التجميد تجميد فعاليات عضو مجلس محافظة شنو مثلاً التجميد والضحيلية ضمن القانون أو ضمن الدستور العراقي أو ضمن اللوائر شنو موضوع التجميد هل التجميد يبقى عضو مجلس المحافظة يأخذ راتب وما يشتغل؟ نحن ما نقصد ما يشتغل لا مو هو التجميد شنو التفسيرات أنا رجل مو قانوني أنا رجل سياسي وأفهم في الدستور العراقي وأفهم بالقانون ما التي مجالس المحافظات في مجلس المحافظة كلمة التجميد لم تطرق ولا مرت أنه تجمد عمل العضو من يجمد يعني يقعد ما يصوت لو يقعد ما يجتمع لو يقعد ما يروح خدمات يقدمها للناس أو تسهيل أمور يومية هذه إن صارت فهو أورا دي العضو دي يشتغلها دي يسهل خدمات دي يطلع للشارع اللي هو ذاته هو ضميره هو مفهومة لخدمة بلده أما اليوم ليش ما سووا هذا التجميد فهو هذا اتفاق هذا اتفاق في الداخل المجلس المحافظة حتى الوقت فضل سيدة أريد جاوب فيما يخص موضوع الدول المتقدمة لا احنا أيضا من الدول المتقدمة الحمد لله بالخمط درجة أولا الطائفية درجة لا ليش يعني واحد ليش دائما هسا من تطلع النتائج بالفساد العراق من الدول المتقدمة بالطائفية دول المتقدمة بالقتل الدول المتقدمة بنهيار التعليم من الدول المتقدمة لا نبخص حق بسوء الخدمات لا نبخص حق العراق هذا مشخص لدى الجميع لدى الجميع أنا ما دع أضيف شيء كل شيء معلوم التجميد اللي احنا كنا نقص أيضا بالدستور ما كان موجود أكون وضوع تمديد لمجالس المحافظة ما موجود بالدستور إذن هذا صلاحية مجلس النواب ولذلك عندما استخدم مجلس النواب صلاحيته في تمديد عمل مجالس المحافظة إلى صلاحية أن يحلها صح وإلى صلاحية أن يجمد العمل ضمن القامل ضمن القامل هذه صلاحيته فإذن هذه صلاحية مجلس النواب أن يجمد تدخل بتفاصيل التجميد ما هي تفاصيل تجميد؟ كل ما هو من صلاحيات مجلس المحافظة يجمد يعني أنت مو صاحب قرار بعد في إقالة مدير الشرطة مو صاحب قرار في العزل مو صاحب قرار في وضع المصادقة على الخطة أو تقسيم الأموال الأموال تقسيمها فيما إحلش ردنا شي يسوي بعدين كل شي ما إليه خلاص يجمد عمل خدمي هذا السؤال المحافظة يبقى من يراقب عمل المحافظة ردنا أن يرتبط في مجلس النواب ليش؟ إحنا الراقب ليش؟ السؤال ليش أنت تتراقب لما نحضر منتخب وليش بعدين أكو شغلة أخرى في مجالس المحافظات وتحديداً مجالس نين كنا بشكل عام هناك مساومات مالية يا مجالس مثلاً تحديداً عدنا في نينو استجواب أي كل المجالس أي كل المجالس يعني أغلب يعني صارت بكل يعني إقالة محافظة أنا أتكلم كأعضة مجلس محافظة أغلب المجالس إذا مت بالمال بالصفقات السياسية الأخرى في التعينات في المناصب أنطيك منصب هذا لا تستجور هذه المحاصصة لا محاصصة واستغلال وظيفي بالمقابل صحيح حتى بعد لا تتصرف هذه المجالس لأنه بيع وشرة سواء في المناصب سواء في المال كثير من هذه الأمور ردنا أن نجمد حتى بعد ما إلها صلاحية لكن أصحاب المصالح اللي موجودين في البرلمان من الكتل السياسية الكبيرة الكبيرة نعم تحدث الكبيرة اللي من ضمنهم تيار الحكمة بهذه المجالس أنت تظلين تقولين من ضمن تيار الحكمة لا لا سيد أنا أقصد تيار الحكمة هو من التحالف الوطني كتل الكبيرة أنا هذا أقصد تحدي بس بنسبة الكبيرة نعم نعم ترى تيار 10% وأقل نعم لكن رئيس التحالف 10% أو أقل نعم 10% نعم 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 سيد عمار الحكيم رئيس للتحالف الوطني لا يخالف هذا رئيس تحالف وطني يختف ومناق هذا الموضوع نعم يعني خلنا ينسحب على مجالس خلنا أصلا نغادر المصلحة العامة نعم ونغادر المصلحة الوطنية ونبحث عن المصالح الشخصية اللي هي أنا أخوي عضو مجلس المحافظة ما أجمد فمو مع هذا التجميل نعم أنا ابن عمي رئيس مجلس ما أريد وهك محسوليات تدفل مصالح الشخصية خليش رأي سيد عبد الحليم الرهيمي سيد عبد الحليم يعني هيمنة الكتل الكبيرة على مجالس المحافظات ربما أضعف دورها وعملها وأداءها الخدم يعني إذا نتحدث عن الجنوب سوء خدمات كبيرة يعني وإذا تحدث لك عن الموصل والأنبار وصلاح الدين بعد ربما ما أقدر أتحدث بعد وضع مزلي جدا جدا بالفعل مصيبة يعني اليوم إيش لو ممكن نتحدث عن إنقاذ هذا المواطن العراقي في جميع أنحاء المحافظات الحكومة المحلية هي المسؤولة عن الخدمات واليوم سوء خدمات بجميع محافظاتنا الحقيقة يعني مفوض الافتراض أن الدورة واحدة أربع سنوات تجرب هذه المجالس أو أي عمل أو أي وزير ليش تكون البرلمان أربع سنوات الوزير أيضا أربع سنوات على أساس خلال هذه الفترة ممكن يقيم عمله ويقول يصلح أو لا أصلح مجالس المحافظات كامر برلمان خلال أربع سنوات أو أربع دورات ثبت عجزهم وفشلهم وكذلك عدم نزاهتهم سبب المحاصصة سبب المحاصصة وهي منت الأحزاب سبب المحاصصة وهي منت الأحزاب هو المحاصصة سبب منه حتى ليس بالمحاصصة هناك عدم ضبط القوانين والرقابة وما لا ذلك يعني حتى ما أقول الكبيرة الأحزاب ضمن الأحزاب الكبيرة الكتال المسيطرة هناك كتال صغيرة إلها دور إلها عضو وهذا العضو إلها حصص من السرقات لذلك الآن ثبت أن كل مجالس المحافظات رغم الخلافة ما بينها ولا كلها من الموصل إلى البصرة كلنا رأينا أعظم المحافظة آخر محافظة في البصرة كيف هرب ولم يحاسب ولم يلاحق ولا مثل عنه أحكي ملاحظة لأحد المحافظين الحقيقة دلالة وتنسح ممكن على معظم المجالس المحافظة راح لوفد من أبناء المحافظة يقول لها يا سيادة المحافظ أنت اتخبناك المرة الماضية وأربعة سنوات ما سوى تنشي هالمرة ترى لو تواعدنا تسوي النشي مدارس وطرقات وكذا من انتخبك وقال لهم أخوه هالمرة لا تنتخبوني وليدي عرف الطريق عرف شلون يفوز ما عاد يحتاج أصواتكم وهذا الحقيقة حال معظم مجالس ومعظم المحافظين لذلك الاقتراحات التي تكتبها الصحافة والمتابعين للوضع العراقي أن هذه مجالس المحافظة ينبغي أن تقلص إذا مو إلى عشرة بالمئة مع ضائها فعلى الأقل خمسين بالمئة كمرحلة أولى لغها أو عودة إلى مجالس المحافظين في زمن العهد الملك الذي انتعشت فيه البلاد كلنا نعرف فلن انتقدنا الحكم الملكي وكان المحافظة يتعينه وزير الداخلية ويقوم بكل شيء إما إذا مراقبة فسادة أو عدم فسادة فهناك مؤسسات تراقب الفساد أما أن ينتج يعين المحافظ له مستشار خبير بالصحة مستشار بالتعليم مستشار بالأعمار أربع خمس مستشارين نزيهين تختارهم مجلس الوزراء هكذا تدار المحافظة وإذا استمرت بهذا الشكل سيستمر الخراب بالأراق أربع دورات أخرى وخمس دورات أخرى دون أن نصلح إلغاء مجالس المحافظات هذا هو الرأي الساعد لدى كل واحد يريد إصلاح الوضع يعني توافق رأي السيد النائب يقول لك يعني المفروض ترتبط بمجلس النواب العراقي لا هي مرتبطة نعم لا أقصد التجميد يعني تنحل مجالس المحافظات وترتبط الفترة الفترة المتبقية المفروض تنحل مجالس أو تجمد وترتبط بمجلس النواب العراقي إدارتها هذا رأيك السيد عبد الحليم الرهيمي لا ترتبط مجلس زرع لماذا يا حسن مجلس النواب يعني يكفي شرفا لمجلس النواب في آخر شهر من عمره لا يقر أن الفاسدين الذين أحيلوا إلى القضاء وعليهم تهم يسمح لهم بأن يرشحوا للانتخابات هذا حقيقة إحدى مثال مجلس النواب فكيف يكلف أيضا ستكون مخاصصة يعني من حديثك تتحدث أن مجلس النواب يمكن ما يقدر يضبط أول شيء ما يقدر وبعدين أيضا تدخل المخاصصة بين مجلس زرع نبقى بنفس الدوامة تفضل أستاذ محمد يعني نتحدث عن محافظة البصرة وأيضا نتحدث عن بعض المحافظين وأيضا السرقات اللي موجودة شنو من نتحدث فساد موجود إحنا ما قاررين هذا ما ناكرين أنه ما موجود فساد في الحكومات المحلية يعني كلك محافظ ينهزم وبايق الناس المقاريد اللي قاعدين بالبصرة أوراق هذا المحافظ موجودة في النزاهة بس انهزم بعد وين وانهزم ما ذاك اليوم الوزير اللي مهزوم صار لسنين جابتها للحكومة العراقية جابتها المخابرات العراقية والآن معروض إلى التحقيق يعني اللي ينهزم ما رح ينهزم إلى الأبد اللي رح يجي المهم أنه إحنا وين أوراق هذا الشخص المهزوم هل عرضت إلى النزاهة من قبل جهات حكومية أو من قبل جهات حزبية ودت أوراقها إلى النزاهة هل النزاهة قامت بدورها هاكو هواية من الفاسدين في الوزراء في الحكومة في البرلمان في المجالس المحافظات في المجالس الأخرى أسمون مسؤولين أنتو رشحتوا لأنم رشحي للمجلس المحافظ هذا موضوع ثاني موضوع ثاني أنت من ترشح إنسان ما رح تكون أنت ترشيحك إلى الأبد أنه قبل ما يكون هو مهزوم هو كان أوراقها معروضة إلى القضاة قبل وعرضت أوراقها بالقضاة يوم العيد إذا تذكرون يوم القطاب أنه أوراقها مقامة إلى النزاهة وهي نفسهم تيار الحكمة قبلها ما كانت أكو تيار الحكمة كانت كتلة المواطن كتلة المواطن في مجلس النواب وفي مجلس المحافظة البصرة هي من أعطت أوراقها إلى القضاة ولكن هو من كشف نفسه وانهزم هذا الموضوع رح يتحاسب عليه شوان ما رح يتحاسب دولياً انتربول حكومة لا يجي يعني بعد ما المحافظ يقع بالخطاء ربما الكتلة تتخلى عنه بس هذا ما ترضي لا بالأكل سلكتلة سلمت الأوراق ونتم تعرفون كل الزيان لا أنا أقصد تتخلى عنه يعني يسلم أوراقه بس يعني هذا ما يرضي المواطن هذا شيء دليل جداً المواطن البسيط الفقير اللي كان يحلم بالخدمات وسرقها المحافظة سيدة هيفا الإنسان الفاسد أكو هيئات سياسية وأكو هيئات حكومية مستقلة المفروض هذه الهيئات عينت لمتابعة الفاسدين نعم وكل واحد فاسد هسه موجود بعدما مهزوم بعدما مهزوم خلت طلع هيئة النزاهة منهم الفاسدين تعرض أوراقهم قبل ما ينهزمون ما هيئة النزاهة عدها التحقيق قبل ما ينهزم بأربعين يوم نعم عدها أوراق التحقيق وعرضنا عليهم الأوراق وقلنا لهم يا ناس تحققوا من هذا الموضوع نحن جدنا معلومات أنه تقول هذا عدنا مشاكل نعم أو عنده ملف فساد من يليحكم على الفساد نعم أنا وأنت والإعلام له هيئة النزاهة اللي يتحقق ما هو التحقيق سيد الساحة نحن كدولة نؤمن بمؤسسات نعم فهذه المؤسسة اللي هي هيئة النزاهة كانت تعلم بها قبل أربعين يوم نعم المفروض أنت تقول لها يا بل أنت تتوقف وأنت تروح نتابعك هذا واحد اثنين نرجع لموضوع القوانين اللي هي قوانين مجالس المحافظات قوانين مجالس المحافظات من عدمها في حالة عزل المحافظ أو عزل العفو المجلس أو تجميد المجلس أي طريقة يرتقيها مجلس النواب هو مجلس النواب هو المشرع الأعلى في السلطة نعم ويعتمد على النظام العراقي نعم نظام الدولة هو نظام لا مركزي نظام الدولة هو نظام مجالس هو نظام الدولة هو نظام أحزاب نظام الدولة هو نظام برلماني لما نغير نظام الدولة يصير نظام واحد نعم لو صار النظام من برلماني إلى نظام ملكي أو نظام جمهوري رئاسي لا كل وقت يلغي مثل ما يريد استعد عبد الرهيمي يلغي أما يقترح مطلع سياسي أو يقترح شخصية أو يقترح نائب بالبرلمان هذه اقتراحات إعلامية وماذا نرى بكلام السيد النائبي يقول لك نحن لازم نجمد لا لا نتكلم عن يرتبط المجلس النواب هذا ما يصير لأن نحن نظامنا في العراق هذا النظام اللي وضع سنة 2005 نظام لا مركزي خلي مجلس النواب والقوى السياسية بالمرحلة القادمة يقترحون اقتراح ويقومون استطلاع رأي للشعب وهذا الاختراح والاستطلاع الرأي هل في الإمكان العراقي تغير النظام الجديد لا لا مو يقصد نظام يعني من يجمد يعني هذا ما يحتاج يقول نحن مجلس النواب لا بالنسبة للتجميد لا بالنسبة للتجميد لصلاحية المجلس قلت لك نحن صلاحية لا لا أنا أقصد للغاء تلاني كان أركز على السيد عبد الرحيم من يقول إلغوا مجالس المحافظة طريقة للغاء يلغوها بس لازم تلغي النظام ما ممكن شخص واحد هذا القانون سني ضمن دولة سيد يعني أيضا مناطقكم بالموصل يعني هذا اليوم مناطق منكوبة يعني بصراحة ومجلس المحافظة يمكن كان دور كل الضعيف يعني أيضا كنا نتمنى أن الانتخابات تجرب يوم واحد حتى نغير كل شيء يعني شلع قلع لكن هذا اليوم تفاجأ المواطن بتمديد يعني 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 نحن 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 نتحدث عن قرار المفوضية لكن نتحدث عن اتفاق الكتل السياسي لا هو حتى المفوضية كان مفروض لها دور وتتكلم بكل صراحة ما تقدر تجاوز الكتل السياسي الكبير اللي جابوها وتقول احنا قادرين على إجراء الانتخابات في يوم واحد أم لا يعني هو اليوم يلا المفوضية هذه قبل الدقيقتين قلتها النقطة هذا يعتبر أيضا يعتبر يعني موقف سلبي من المفوضية بصراحة يفترض أنه دول أقدر وخلي زد الكرة في ملحب مجلس النواب والحكومة هي تبرع نفس دول أن أقدر أنه أجر الانتخابات في يوم واحد أو ما أقدر في كل أحوال لكن ما طول أنه وافقت وقالت أنه أقدر على مجال أجر الانتخابات لمجالس النواب ضمنيا هي قادرة على إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات في يوم واحد يعني يطلع المواطن يسوق مرة واحدة مجلس المحافظة والمجلس الواقع إحنا حتشينا بخطوط عريضة ما دخلنا بتفاصيل التكاليف والأمين كثير من الأمور التي تتحملها الدولة ويتحملها المواطن يعني اليوم عندما أتكلم عن مبلغ 400 مليون دولار أنا عندي في الموصل المدينة القديمة مدمرة بشكل كامل منكوبة منكوبة منطق المنكوبة يمكن هاي الأ400 مليون دولار أنا لو رايح باني بيها بالمدينة القديمة أفضل لي ولا أجر أنا متأكد كل العراقيين راح يقول لك إيه نقبل أحمد نطلع بيوم واحد روح ابنه الموصل وابنه هاي المدينة لكن ما أكو تخطيط بهذا الشيء الكتر السياسية تبحث عن مصالح ما تبحث عن مصالح يعني مصالح مثل مجتمع مصالح بلد يعني اليوم قبل شوية سيد محمد يتكلم عن الدول المتقدمة يعني اليوم مننا نتكلم أيضا أنا من الدول المتقدمة في الأرامل في موضوع الأرامل في موضوع الأيتام في موضوع الجثث يعني معاناة في موضوع الحدمات ما أكو دولة بالعالم صار عندها نازحين 6 ملايين ما أكو دولة ما أكو دولة صار عندها لحد الآن نازحين مليونين أو 3 ملايين بالمخيمات واذا احنا قاعدين السهناء وهاي نعمة من الله المطر بس عليهم نقمة يجوز السهم عليهم يعني قبل شوية ده زولي صور قسم من عندهم يعني المي فايت بالخيم ما أكو يش دولة ما أكو يش نظام ما أكو يش عمل وإحنا ملتهين الآن بالمصالح السياسية تيجين إلى أساحنا دلحشي أنا ما أقدر أسوي قائمة وحدة للبرلماء يعني رادلها ثانية مالية هاي رادلها دعايات ورادلها صور ورادلها بوسترات ورادلها عزائل طي في مجالس المحافظات كثير من أصحاب النفوذ في المحافظات شكلوا قوائم لواحدهم نعم من يلهم هاي الفلوس من يلهم هاي المبالغ دعم أقليمي ودعم سياسي نعم دعم مركزي فلوس الناس هاي هاي فلوس النازحين وفلوس أهل البصرة وفلوس أهل الإعمارة وفلوس أهل الموصل نعم نتتكلم عن فساد فساد موجود في الحكومات أغلب الحكومات المحلية فساد يعني أنا أستغرب في بعض الأحيان عندما أريد نكافح الفساد ونبحث عن أدوات لمكافحة الفساد اليوم أنا أقول أنا عضو مجلس نوافي عام 2014 وأنا أقدم الكشف الدم المالية ماتي بال2014-15 وتعال علي بال2018 شوف إيش صار عندي نعم استفسر نسأل نور من اللي يسأل الهيئة الجهات المختصة تسأل أما اليوم تسمع عني ساد محمد يعني هاي ما تقنعنا لين أغلب السياسيين والأحزاب بدت تسجل أملاكها ربما بأسماء بعيدة جدا هذا هو هذا دور الهيئات المختصة من أروحها أنا أبحث وأجيب هذا مسجل باسم ابن عمه هذا مسجل باسم ابن خاله حتى ابن خاله أجيبه إذا كانت هناك أجهزة ومتابعة حقيقية أجيب ابن خاله تعال مني لك هالفلوس طلعنا رصيدك الإشيان عندك سألصار عندي ما توقع عبد الرحيم خلينا ننتقل إلى سيد عبد الرحيم رهيمي سيد عبد الرحيم ربما المواطن البسيط الفقير يتخوف من تأجيل الانتخابات يقول لك بكركوك أجلوها أجلوها فترة وليه هذا اليوم 13 سنة الانتخابات ما تحققت يعني هاليوم ممكن الانتخابات في مجالس المحافظة بعموم العراق هل تتأجل السنين؟ نعم يعني رأيي المواطن بالتأكيد مثل ما تفضلت يعني تتأجل السنين لا يرى فائدة من وجود هذه المجالس الحقيقي يعني ليس مجلس بعينه يعني مجالس المحافظات معظم أعضاها متهمين بالفساد والعجز وعدم الإنجاز نحن نشوف المحافظة الباب الحكم وطلع الأنبار أربع خمس محافظين تغيروا بصلاح الدين بديالا وبالتالي المحافظين كلهم أو معظمهم ناهيك عن عجزهم عن إنجازات وتحقيق سواء بناء مدارس أو بناء مستوصفات وبالتالي هذه الخدمات التي لدها المواطن لم يرى فائدة منها ولذلك عبر عن رفضه بالتظاهرات التي ابتدت من 2015 وإلى الآن وربما إذا استمرت هذه الأمور ما بعد الانتخابات ستكون هناك كما يتوقع الكثيرون مظاهرات أضخم بالتي حصلت بعشرات المرات ضد مجالس المحافظات وضد حتى الحكومة لذلك تأخير من نسبة المواطن العادي كما تفضل تمكن غير معني كثيرا بأن تجل انتخابات مجالس المحافظات أو تؤجل أصحابين الكتل أصحابين النخب السياسية الكتل السياسية يهمة تكون هناك مجالة محافظات حتى تضمن حصته حتى تتشكل لجانة اقتصادية حتى تأخذ مشاريع وتأخذ عقود هذا هو ما يهم توجهها بهذا الشكل توجه المواطنين شغل آخر يريد الدواء يريد مستشفى يريد شارع مبلط يريد مدرسة يعني سأستاذ عبد الرحيم يعني إلى متى نبقى بهذه الدوام إلى متى يعني يكون عندنا يعني مثلا مجلس محافظة نزيه جدا أيضا يعمل خدمة المواطن نتحدث عن مجالس محافظة لأن هي بالتماس مع المواطن يعني الخدمات التعيينات وبالتحديد يعني راح تكون لا مركزية يعني راح يكون لمجلس المحافظة يعني عمل أكبر يعني ربما عملهم أكبر من الوزارات يعني بالتأكيد يعني هذه الانتقادات يتوجه من كثيرين من مراكز أبحاث ونقب سياسي يفترض أن تغيرها عندما أقول ينبغي هكذا أن تكون مجالس محافظات تقلص أو تحاسب لأن يقول لك الدستور طيب الدستور فيه أكثر من خمسين مادة معجلة عندما تريد أن تقترح شغلة أو أمر صحيح مستقبل يقول لك هذا الدستور لا يتغير يغدر الدستور الدستور قالوا بعد مرور سنة على إقرار بالخمسة ألفين ستة لازم يغير لم تشكل لجنة ولم تشكل لجنة تعديل الدستور يعني الدستور خاضر على الطبخات السياسية نعم لأن الطبخات تبقى المجالس كما هي ونفس الطريقة الدستور يقول أوكي المحافظات ولا نستطيع نغير كما تفضل أحد الإخوان مشكورا بوضيح حقيقة أن الدستور لا يتغير لكن بالدستور ما قال كل عضو مجلس محافظة عندها أربع خمس من شهارين بالرواتب وما قال عدة سيارات مصفحة وما قال بأول اجتمع لمجلس المحافظة تتوزع عليهم العقود ولم يقل أنه يحاسب هؤلاء عندما لا يبنون شارع ولا يبنون مدرسة وتفيض الشوارع إذن الدستور بس هذه فقر أنه يجب أن تكون مجالس المحافظات بس لا لا نوضح ما هي مهمة مجلس المحافظة ولا عضو مجلس المحافظة ولا من يراقبه وما هي مهمته هذه الحقيقة ينبغي أن تأخذ الأمور ككل عندما نقول نظام دستوري نظام برلماني نظام محاسبة خلي جاوبك لأن الوقت تقريبا رح يخلص تفضل باختصار شنو تفضل باختصار جاوب سيدة رهيني باختصار ردت أقول لك أعرف شيئا أولا أنه انتخاب أعضاء المجالس بالمرحلة القادمة رح يكون على أمرين حتى نغير على جوابا إلى سؤالك قلت مأت التغيير وشلون التغيير التغيير يصير من جانبين أولا من جانب أنه هذه الكتل السياسية اللي مشاركة بالبرلمان نعم واللي رح تططي قوائم جديدة نعم إلى مجالس المحافظات أن تأتي بالأفضل نعم أن تأتي بالأشخاص الأفضل كل الكتل الأفضل لكن سيدة محمد عبد الربو قل لك قل لك كلام منطقي ببداية الحلقة ما غيرتوا مجالس المحافظات بنفس اليوم حتى تصعد هاي الكتل الكبيرة إلى مجلس النواب ويكون إلها عون مجالس المحافظات ونشوف حجب عزيزت أنا دع أغير أنا ككتل أريد أشارك ما عندك عون مجلس محافظة من سيطل على المواطن أنا دع أتكلم على القادم مرح ككتل جديدة لازم أغير شيء جديد اللي أجيب الناس اللي هم الشباب كفوقين في المنطقة يريدون يشتغلون شلون لما أغير أنا أجيب أسماء جديدة رح يبقى المواطن أيضا يختار من القائمة من هو الأفضل إذا هو المواطن في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال أو في الموصل يجو يختار نفس هذه الأسماء القديمة اللي شافحة باقته نها النقطة الأساسية المواطن اللي شافحة باقته فهو هناك شلون هم الكتل الكبيرة مسيطرة على صوت المواطن نعم على صوت المواطن نعم لحد إشترون نغير يا عزيزتي نعم اليوم أريد أتحدث لك حتى ما أتهم المواطن لأن أريد أنتقل خلاص الوقت بس انطيني صبت لا أكمل إذا كان جواب أستاذ عبد الرحيم مهام قال أنت وضحت الدستور يوضح المادة بقاها لكن مهام المجالس مهام كبيرة ليش ما استغلوا بهذه المهام هم هذا نفس الكلام اللي دعوني أكو مهام للمجالس اشتغلوا وأكو مهام ما اشتغلت نعم بس حتى أوضح نقطة نقطة وحدة مهمة جدا أنا أقصد المواطن الفقير البسيط اللي هذا اليوم يحتاج إلى المال الكتل الكبيرة اللي تمتلك السياسة والمال تستغل هذا المواطن خليني أنتقل اتفضل سيدة لأن الوقت خلص باختصائي جاوب الجمهور الكتل السياسية موجود نعم اللي هم مستفادين من هذه الكتل السياسية نعم يعني اللي معينينهم اللي موظفينهم اللي ينطوهم اللي علاقاتهم مستمرة المشكلة وين عندنا المشكلة عندنا بالجمهور الآخر نعم الغير منتفع هذا الجمهور هو مدى يطلع للانتخابات نعم هي هاي المشكلة اللي عندنا ولذلك نفس الوجوه أو أغلب الوجوه هي رح ترجع للساحة السياسية ليش لأن هذولا جمهورهم بدا يطلع نعم يروح لي يعني واحد معين لفت 10-15-20-1 منطي فلوس تأينات نعم تأينات نعم هذا جمهور رح يطلع نعم اللي دصين عندنا بالعراق للأسف الشديد المواطن اللي يغير بس قاعد بالبيت نعم شكرا جزيلا كنت أتمنى الحلقة أطول وعندي أسئلة كثير لكن خلص وقت البرنامج وأريد أتحدث ويا المواطن ما دام هاي المجالس ما قدم الشي إذا تم انتخابهم من جديد ترى المثل العراقي يقول لاحظت برجيلها ولا أخذ السيد علي يعني راح تضيعون المشيتين تصبحون على وطن آمن في آمان الله شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا